اشتركوا في القناة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة معربا سموه عن بالغ اعتزازه وفخره العميق بما وصلت إليه هذه القوة العسكرية التي أسس جلالته ركائزها الأولى حتى أصبحت اليوم الحصن المنيع للوطن وحامية مكتسباته ومقدراته كما أشاد سموه في هذه المناسبة بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه قوة دفاع البحرين من الكفاءة والجاهزية العسكرية المتطورة تدريبا وتسليحا بما يمكنها من مواجهة التخديات المختلفة على المستوى الإقليمي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم برعاية ودعم جلالته اللامحدودة وتوجيهاته السديدة وتمن ينسموه لهذه القوة العسكرية العريقة الاستمرار في التقدم والتطور سائلا المولى القدير أن يحفظ جلالته ويديم عليه موفور الصحة وطول العمر لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار في المملكة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر